متابعي قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسلامة ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن اداة جديدة موجودة داخل كوين شات من شركة علي بابا كلاود هنبص كده بشكل سريع على الادوات اللي موجودة فيها انا عارفة ان اكتر محتوى بيهم المتابعين لي على هذه القناة بيكون خاص بالمحتوى المرئي وهو انشاء الفيديوهات وانشاء الصور والنهاردة هنتكلم عن امكانية التعديل على الصور بشكل سريع كوين شات هذه المنصة الرائعة المجانية تماما بعد ما بتسجل فيها هتلاقي عندك في نمازج جديدة موجودة حاليا على كوين شات عندك كوين ثري وهو اقوى نموذة 235 برامترز ده المست باورفول ايما على بنيت الامو اي او الميكسر اوف اكسبرس عندك كوين ثري كودر وهو خاص بالمرمجة عندك النسخة الاسرع والاخف منه اللي هو الكوين ثري كودر فلاش عندك النسخة الاسرع من كوين ثري 235 بي وهو كوين ثري 30 بي عندك شوية نمازج بصراحة يعني انت هتشوف النتائج لما تستخدمها لو عايز تعرف اكتم كنت تتابعنا على قناة انفو تكفر يو بنشرح هذه النمازج خطوة بخطوة واي تحديث يطرق عليها النهاردة باحنا هنركز على ايه؟ النهاردة هخليني مع كوين ثري 235 بي وهنشوف الادوات الموجودة معاه وهي امكانية ان انت تعمل ادت على الامج وذي حاجة جديدة موجودة حاليا كلمت من قبل عن امج جنريشن بالتفصيل في فيديو سابق وفيه كمان الارتيفاكس اللي ممكن من خلالها تعمل تطبيقات رائعة جدا عندك الويب ديف قدر تعمل فرونت اند ابليكيشن باستخدام الاشتيامل وصي اس اس و جافا سكريبتو عندك فيديو جنريشن توليد فيديو وكود ويحط لك بلان ويانالايز امج فيه حاجات كتيرة جدا 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 لو انت مهتم ان انا اعمل لك فيديو كامل عن كوين شات بكل الادوات اللي موجودة فيه يريد تكتبولي في التعليقات وان شاء الله اعملكم فيديو لو انتوا مهتمين ان انتوا تعرفوا كل الادوات اللي موجودة فيه نرجع بقى للموضوع الفيديو وهو متعلق بالامج ايدت والامج ايدت اول ما هتدوس عليه كده حيقولك ممكن تعمل بهذه الادا ايه ممكن ان انت تقاد تكست ممكن ان انت تريبليس اوبجيكت معين بحاجة تانية ممكن ان انت تريموف اي اوبجيكت موجود ممكن كمان تعمل ادلي الابجيكت والعديد والعديد من الاشياء اللي ممكن تعملها ولكن انا حابة ان انا اقولك من خبرتي في التعامل مع امج ايدت حاجة مهمة جدا اولا احنا علشان نستخدمه بنبتدي ان احنا نرفع الصورة اللي احنا عايزين نعمل عليها ايدت وبنكتب الوصف بتاعها في الجزء ده انا بحوريك كده مثال عملته وعايزك تلاحظ الايتي هنا انا رفعت له الصورة دي كده زي ما انتوا شايفين شخص لابس اميس ابيض بانطلون جينس ونضارة بيضة انا قلت له بس تغيرلي الشيرت للون الاصفر والنضارة البيضة دي ما عجبتنيش قلت له خليها سودة فحطيت الامر وفعت له الصورة عطوني الشكل ده زي ما انتوا شايفين مطابق تماما للصورة الاصلية وما فيش تغيير حتى على البيجراوند كل اللي غيره اللون بتاع الشيرت اللي هو اللون الاصفر وايضا اللون خص بالنضارة اللي هو اللون الاسود ولا تغيير في اي شيء حتى الساعة زي ما هي لو انت بقى رحت استخدمت كذا تغيير في الامر يعني سلبت منه حاجات كتير لو انا قلت له غيرلي لون التيشيرت وغيرلي لون النضارة وكمان غيرلي البيجراوند هتحس ان انت الصورة اللي هتحصل عليها يعني تكون قريبة اكيد للشخص وكل حاجة ولكن فيه اختلافات خاصة بيه الوش شوية الشكل تحس حتى كمان الصورة كده كأنها انتقلت لستايل مختلف شوية لكن يعني زي ما انت شايفه محتفظ البنطلون الجينس الساعة بتاعته زي ما هي نفس الوقفة الفيتشرز شوية بتاعت الوش المقاربة ولكن انا انصحك ما تيجي تعمل تغيير ما تعملش تغيير كبير في الصورة مرة واحدة ابتدي ان انت غير في الالوان وبعدين اعمل داونلود للصورة ارفع له الصورة مرة تانية هتلاقي التغيير بيتعملك بشكل احترافي يلا بينا نشوف مثال من الامثلة انا هبتدي ان انا روح اختار اج ادت وابتدي ان انا ارفع الصورة بتاعتي والصورة هتكون فيها تيكست كتابة انا هخليه يعمل change the text to the power of AI هنا انا عايزة الماجيك ديزاين اللي موجودة في الصورة اللي قدامك دي تبقى the power of AI فانا هنا عملت تغيير على الكتابة ممكن بعد كده تعمل انت داونلود وتعمل تغيير على الصورة بس ما تحاولش تعمل تغييرين جذريين زي مثلا ال background والالوان بتاعة الحاجة اللي الشخص لابسها اللي اتنين مع بعض حاول ان انت تكون لو هتركز على الشخص اي تغيرات في الشخص يبقى اعمل كل التغيرات في الشخص لو عايز تعمل التغيير في background حتى لو كذا تغيير مفيش مشكلة بس ما تعملش تغيير لكذا عنصر مرة واحدة في الصورة هنا اعطاك the power of AI زي ما انت شايف وحتبص تلاقي كمان ان الفونت واحد واللون واحد ما جاش جنبهم ولكن هو قام فقط بعمل ريبليس للصورة تعالا نشوف موضوع تغيير ال background لو انا رفعت صورة زي دي مثلا هنا قلت له غيرلي ال background ليه cinematic futuristic city هنا زي ما احنا شايفين غير فقط ال background خد ال groc logo خد groc 4 وكمان ال دايرة اللي حواليه دي لشبه الشمس وحطاها على cinematic futuristic city ومغيرش اي حاجة فيه العناصر التانية زي ما هي الى حد كبير جدا وهنا ممكن يفيدك في اي حاجة زي كده ان انت تعمل صور مصغرة تقدر تعمل بوستات عجبك تكستك وتكتبه بشكل كويس قبل كده وعايز تغير ال background بتاعه وتقدر تعمل الموضوع ده باستخدام image edit العديد بقى من الادوات الاخرى اللي حتفيدك بشكل كبير زي الفيديو generation توليد الفيديو وايضا ال analyze image انت ممكن ترفع صورة وتقوله اديني الوصف بتاع الصورة هنا مثلا انا ممكن ارفع صورة زي كده وهنا اقوله describe هنا زي ما انت شايف عطاني الوصف بتاع الصورة اللي انت ممكن تستخدمه وتعمل عليه edit وتعمل صورة تانية موضوع ده ينفع قوي كمان لما يكون عندك صورة فيها تيكست كتير وعايزه يسامر عايز اللي موجود جوه حقيق وينكنز فاريت لو انتوا فعلا مهتمين انا اكلمكم عنه بالتفصيل اكلمكم عنه بالتفصيل في فيديو كده هيكون طويل شوية ولكن هتناول كل الادوات واستخدمها استخدم image edit حينفعك جدا جدا لو انت بتعمل محتوى شوفكم في فيديو قادم بإذن الله تعالى على قناة كل يوم موقع جديد بحاول اقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت من نسوش تدعمونا باللايك وشير والكومنت لو كنتم من متابعينا الاعزاء ولكنت بتشوفنا الاول مرة تنساش تعمل سبسكرايب لقناة واتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته